لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة مذاهب المتكلمين في أول واجب على المكلف هنا سؤال كيف تحصل المعرفة بالله عند الإنسان اختلف الناس في إجابة هذا السؤال على ثلاثة أقوال القول الأول أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال نلاحظ هنا الحصر يعني لا يوجد طريق لمعرفة الله إلا بالنظر والاستدلال وهذا قول كثير من المعتزلة والأشاعرة وأتباعهم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم القول الثاني أن المعرفة يبتديها الله اختراعا في قلوب العباد من غير سبب يتقدم ومن غير نظر ولا بحث وهذا قول كثير من الصوفية والشيعة ومعنى هذا القول أن المعرفة بالله تقع ضرورة فقط أما القول الثالث فهو أن الأصل في معرفة الله أنها تقع ضرورة ويمكن أن تقع بالنظر وهذا قول جماهير طوائف المسلمين والذين قالوا إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر وهم المتكلمون اختلفوا بناء على ذلك في أول واجب على المكلف على أقوال الأول قال بعضهم إنه معرفة الله تعالى وقد حكي هذا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله ومرادهم بأن أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى يعني يقصدون بذلك الإقرار بوجوده تعالى وأنه خالق العالم وأن ما سواه مخلوق محدث واستذل إمام الحرمين على هذا القول بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال وَلَنْ كِفَافُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْهِيَاتِ على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر إذن هذا تفصيل قول المتكلمين الذين قالوا إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر يعني تنحصر طريقة إثبات وجود الله فقط في النظر والتفكر والتأمل والاستدلال لكنه مختلف بعد ذلك بعد أن اتفقوا على أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر فبعضهم قال إن أول واجب هو معرفة الله تعالى يعني الإقرار بوجود الله تعالى وأنه خالق العالم وأن ما سواه مخلوق محدث القول الثاني أن أول واجب عليه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم ومعرفة الصانع وهو مقدمة الواجب فيجب ويعزى هذا أيضا إلى أبي الحسن الأشعري قال أبو بكر ابن الباق اللاني أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد لبوبيته لأنه سبحانه غير معلوم بالطرار ولا مشاهد بالحواس والحقيقة أن هذه الكلمة لا ينبغي أن تمر علينا مرة الكرام وهي قوله أن الله سبحانه غير معلوم بالطرار هذا مخالف للعقيدة السلفية وهي أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية بديهية أولية وقال عبد الجبار المعتزلي إن سأل سائل فقال ما أول ما أوجب الله عليك فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر وطبعا هذا فيه نفس التعليق الذي ذكرناه آنفا أما القول الثالث فقالوا إن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض فيكون أول واجب جزء من النظر وهو أول النظر يعني المقدمة الأولى منه كأن تقول العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث فمجموع المقدمتين هو النظر والمقدمة الأولى هي أول النظر وهذا القول محكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب القول الرابع إنه القصد إلى النظر وهذا مروي عن أبي إسحاق الإسفراييني ونص عليه أبو المعالي الجويني حيث قال أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم ونقل الجويني عن أبي بكر الباقي اللاني قوله أول واجب على المكلف إرادة النظر إذ الإرادة تتقدم على المراد القول الخامس إن أول واجب على المكلف هو الشك والعياذ بالله وهو قول طائفة من المعتزلة وغيرهم ونسبه ابن حزم في الفصل إلى الأشعرية وإليه ذهب الغزالي الذي أشار إلى ما يسمى الشك المنهجي في قوله ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب فناهيك به نفعا إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال نعوذ بالله من ذلك انتهى كلام الغزالي في ميزان العمل وهو كلام بشع سوف نناقشه بالتفصيل في بحث الشك واليقين عدواني لا يلتقيان إن شاء الله إذن القول الخامس داخل من حصر المعرفة في النظر وهم المتكلمون أن أول واجب على المكلف هو الشك وهو قول طائفة من المعتزلة وغيرهم وقد نقل الجويني عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي قوله أول واجب على المكلف الشك في الله إذ لا بد على أصله من تقديم الشك على النظر ومن هذا الضرب من الشك قال الشك في الله حسن عياذا بالله من ذلك وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من قال بأن أول واجب هو الشك قد بناه على أصلين أحدهما أن أول الواجبات النظر المفضي إلى العلم والثاني أن النظر يضاد العلم فإن النظر طالب للعلم فلا يكون في حال النظر عالما أي أنه لو كان غير شك لمحتاج إلى النظر وعليه فإن النظر يستلزم الشك وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف الذي وقع بين الأشاعر في قضية أول واجب على المكلف هل هو المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر هذا الخلاف إنما هو في حقيقته خلاف لفظي قال رحمه الله فإن النظر واجب وجوب الوسيلة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والمعرفة واجبة وجوب المقاصد فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر وأول واجب وجوب المقاصد هو المعرفة ومن هؤلاء من يقول أول واجب هو القصد إلى النظر وهو أيضا نزاع لفظي فإن العمل الاختياري مطلقا مشروط بالإرادة انتهى كلام الشيخ الإسلام وعليه فإن من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر لم يقصد حقيقة ذلك بل قصد أنهما وسيلتان تؤديان إلى المعرفة بالله فوجوبهما لأجل ذلك إذن يمكن الجمع بين ثلاثة من الأقوال السابقة المعرفة والنظر والقصد إلى النظر بأن المعرفة واجبة قصدا والنظر واجب لكونه وسيلة قريبة إلى المعرفة والقصد إلى النظر واجب لأنه وسيلة أبعد إلى المعرفة خلاصة الكلام أنه يفهم من هذه الأقوال اتفاقهم على أن معرفة الله نظرية وليست ضرورية ولذلك أوجب النظر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر